أهلا بك أستاذ أتهم تكلمنا عن الفرقة وعنكم عن كل شيء طبعا فريق المديشون فريق متنوع وفيهم المواهب الكثيرة ومواهب متنوعة تأسس الفريق من تقريبا من شهرين ومصر شهرين ومصر ونحن نشوف ما شاء الله العددية ونشوف التنسيق والترتيب والإشراف نشوف وراه أحد كادر يدير هذه المجموعة والله وراه مشرفين وقائدين وناس مهتمة جدا للعمل هذا ويشكرون عليه من جد ده إنجاز كبير جدا في خلال شهرين قدرت تنجز مجموعة كبيرة من الأطفال وتدربهم على أقاني وتصنع أزياء ده مجهود كبير جدا كده في البداية نحن برضو كمان نسمع ناخد واحدة من الأعمال بتاعت الفرقة إن شاء الله نشوف مين حيقدمه لنا أول حاجة حيسمعه حنشوف إيه راح تشوفون كلب هايدي طبعا هذه فكرة اشتغلنا أنا في الشهر هذا فكان عليها قبول جدا كثير وفكانت الفكرة إننا نحي الشيء الماضي الشيء الحديث بأصوات أطفال جميلين اللي هو فنانتنا خلود صباحي وفنانتنا هاي الحوبان البنات يعني جدا مبدعين أصواتهم جدا مبدعة فحبينا رسمنا السيناريو جلسنا وخططنا للسيناريو ومع رقصة الأطفال وشخصية هايدي حاولنا أن ندبل شخصية هايدي بأي طريقة فكان جدا فكرة من تعاول وارتباط المشرفين وقائمين على الفريق يعني شكرون عليه جدا كانت فكرة مرة جدا جميلة وانت أحبيت أحيي الذكرى يعني أحبيت أحيي الذكرى يعني أذكر الماضي بشيء حديث بشيء جديد ترجمة نانسي قنقر